مسألت الصراط. قال الصراط غير مذكور في القرآن. انت عارف الجماعة دين عندهم حيات كثيرة بينكروها بيقول لك ما مذكورة في القرآن. بيقول لك السنة مدام عارضة القرآن مبنى خدبية. طيب نقول يا اخواننا هل في القرآن سبت نفي الصراط? هل ربنا قال في القرآن ما في الصراط? قال مف? ما قال مف? لو سلمنا جدلا انه في القرآن ما مذكور الصراط. ما مذكور اصلا. لكن ما مذكور نفي الصراط. يعني لا ذكروا ولا نفوا. وجاءت السنة باضافة امر يتعلق بالعقيدة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصراط على متن جهنم كالشعرة. احدى من السيف. ادقى من الشعرة. الناس يمشوا عليه. منهم كالبرق. منهم كالريح المرسلة. منهم كأجاويد الخيل. منهم المكردس. في جهنم. منهم اللي بتخطفوا الكلاليب. منهم اللي بيمر. يعبر على جهنم. ده مذكور في السنة. بحديث صحيحة. سابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن لو سلمنا جدلا انه ما مذكورنا في الكلام ده. نسأل سؤال للشيع ده. وللعلمانية المعاه وكلهم ديل. نقول لهم هل يجوز ان تضيف السنة شيئا ليس في القرآن? ولا مبجوز? واحد من اجابتين. اما يقولوا ليس للسنة ان تضيف غير القرآن. او يقولوا يمكن للسنة ان تضيف ما لم ينفى في القرآن. ايوه. نقول تمام. لو قدت يمكن للسنة ان تضيف? اذا نقول لكم الصراط. وغير غير من الاشياء اللي ما ذكرت نصا او تفصيلا في القرآن مذكورة في السنة. ابقى المشكلة بتاعتنا انحلت. كونك تقول لي صراط ما مذكور في القرآن او كده. اقول لكم خلاص. في السنة سابت الصراط موجود. طيب لو قالوا ليس للسنة ان تضيف حكما. يعني حكم في القرآن ما موجود. قالوا السنة مضي فاصلوا. بس ديننا دا. يا نص في القرآن يا لا. نقول لهم بصلوا ولا ما بصلوا. اذا ما بصلوا كفار. لأن في القرآن ربنا قال فإنتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين. لو ما اقاموا الصلاة معلوم ما اخواننا في الدين كفار. بنص القرآن. اذا قالوا بنصل نقول لهم ورون بصلوا كيف. تفاصيل الصلاة في القرآن مذكورة خمسة صلوات في اليوم والليلة عند آذان اقامة كذا كذا الى آخره. ما مذكورة. يبقى حينفو معظم الاحكام وتفاصيل الاحكام و و و و مسائلها حينفوها. وإلا يقولوا نعم السنة تثبت وتزيد اشياء وتقيد المطلق وتضيف على القرآن وكذا. نقول لهم خلاص. احنا عندنا اشياء كثيرة جدا ثبتت بالسنة. تعالوا بس بعد ذلك تناقشونا في انه ذا ثبت بالسنة ولا ما ثبت. بس يبقى ذا النقاش بيننا وبينهم وليس لهم قاعدة يستندون عليها. اصلا ما عندهم قاعدة يقدر يثبتوا عليها. لو جوا الى مسألة الاسناد. النقاش في المسائل دي اخوانا يطول. واهم من ده مسألة اللي قدام ان شاء الله ندعى الرضلية. نقاش المسائل الاصولية. الاصول اللي بنطلقه منها النازل. في الاستدلال. وفي الاستنباط. وفي اخذ الاحكام. نناقش الاصول دي نقاش معاهم من الاول. ويقيني. واي زول انا نقاشت في الموضوع ده شوف. اي زول نقاشت في الموضوع ده. تناقشوا اول اللي نقاش تماما بس النقاش يكون في الاستلال ذات وفي رقبته. انت بتستدل البشرون. قرآن ولا السنة. والسنة تثبت كيف? والقرآن يثبت كيف? وايس? تناقشوا نغايز زيدة هيجرس. متأكد. اي زول? ده ان شاء الله يكون في برنامجنا القادم باذن الله تبارك وتعالى. انا اكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.